لازم يبقى عندك حل لازم يبقى عندك بديل الموضوع هنا مش أنا خدت الأرض عشان أبيحها مش خدت الأرض عشان أبيحها للإماراتيين ولا بيحها لأي حد والت عايز سعمل المجتمع عمران ولا مش عايز عايز أهالي الوراء عايشهم كويس ولا مش عايز ده الموضوع الناس دي عايز يبقى عندها حياة كريمة ولا لأ طيب تعملون إيه ما هو العمل يعني خدنا الأرض النهاردة والأخوة في الأمارات جم خدوا الأرض والسلاموها وبنيوها عملوا أبراج وطردوا أهل أهلينة هو في حاجة كده بتحصل في مصر لا تاني حصلت قبل كده حصلت حد يخد بيتك ورمات برة حد يخد بيتك ورمات في الشارع حد يخد بيتك ومالقيتش مكان غيره حد يخد بيتك ومعندكش سكن بديل وأفضل منه وأحسن منه وأحسن منه وأنا بقولك أحسن منه طيب هل أهلينة في جزيرة الوراء هيرجعوا يسكنوا آه الإجابة نعم بتقول إيه أنا بقولك اللي سبتوا النهاردة هيتبنولوا النهاردة وهقولك دلوقتي صورنا إيه ويرجع يسكن في شقة أفضل من اللي كان فيها معقولة أيوة بمرافقها أيوة أبراج أيوة تخطيط أيوة السسمار لا لا أنا مين اللي خد النهاردة الإمارات لا هيئة المجتمعات العمرانية يعني وزارة الإسكان المصرية مش الإمارات اللي خدت مش الإمارات وضحكوا عليكم اللي خدت وزارة الإسكان واحد وسبعين في المية حتى اليوم من الأراضي اللي موجودة وزارة الإسكان الدكتور عاصم الجزار اللي خدت هو اللي اشترى أيوة هو اللي اشترى مش الإمارات مش شركات الإماراتية هيئة المجتمعات العمرانية المصرية التابعة لوزارة الإسكان اللي بيترأسها الدكتور عاصم الجزار هيئة اللي خدت أوه هيئة اللي خدت عشان تعمل إيه عشان تبيع عشان ترمي الناس لا والله والله المرحلة العاجلة والله بتتعمل النهاردة 94 برج كلهم لأهالي جزبت الوراء والله 94 اتبنى لحد النهاردة 40 نقص 54 همتكو ادوا الأرض عشان يبنيلك 54 البقيين أوريكم المفاجئة يا للعار على أهل الشر يا للعار على الخونة يا للعار على اللي بيعايزين يضمروا البلد يا للعار والفخر لبلدي وأهل مصر وهالي جزبت الوراء اللي أنا بحييهم بحيي كل واحد فيهم كلهم شرفاء أبداً ما شككش فوطنيت ولا واحد ولا واحد كلهم شرفاء بس خلوا بالكم خلوا بالكم إن أنا أورهولكم ده هات العمرة دي البرج ده من الأول هات البرج ده من الأول يا يوسف ده اللي احنا مصورينه النهاردة يا أهالي جزبت الوراء يا شعب مصر ده اللي بلدكو بتعمله لأهالي جزبت الوراء دي الأبراج السكنية اللي هيسكن فيها أهالي جزبت الوراء يا مصريين عمر بلدكو أبداً ما ترمي أهلها عمر بلدكو أبداً اللي لو تعمل كل الخير وكل الصح اللي هالين في الوراء وهالين في كل حتة في مصر دي الأبراج اللي قالك الإمارات جاية تاخد تعمل أبراج مش الإمارات اللي عمل أبراج دي إحنا